من جانبها استعرضت وزيرة تخطيط وتنمية الاقتصادية على سعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث وشهور التسعة الأولى للعام المالي الجاري وفي هذا الإطار أوضحت وزيرة تخطيط أن الاقتصاد حقق نموا مرتفعا خلال شهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري بواقع سبعة وثمانية من عشر بالمئة مقارنة بنحو واحد وتسعة من عشر بالمئة خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي فيما بلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري خمسة وأربعة من عشر في المئة كما أشارت وزيرة تخطيط الانه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي ستة واثنين من عشر بالمئة بنهاية العام المالي مدفوعا بطفرة النمو المحققة في شهور التسعة الأولى ترجمة نانسي قنقر